أنا يا خوفي يا خوفي أتكلم أتاخذ خذري يا معلم من الضمين نفسهم تنظيم مبهر كل واحدة فيهم عارفة دورها كويس لحد بيخلف الدور ولاحد بيسبق التاني فيديو لطيف لأصحاب عروسة مصرية عملوا من فرحة ذكرى لن تنساها طول حياتها إيه اللي عملوا أصحاب العروسة في الفرح وإيه اللي قالوا الجمهور اللي شاف فرحة كل دو أكتر هنعرفوا مع بعض في الفيديو ده الفرحة مش سيعاهم فرحنين بجد مش مجرد لقطة وخلاص حاولوا يساعدوا صاحبتهم ووقفوا جنبها في أهم يوم في حياتها ووقفوا معاها في فرحة وشرفوها وعملوا لها زفة لو دفعت آلاف الأموال ما كانتش هتبقى بالحلاوة والجمال ده أصحاب العروسة اترسوا واحدة وردتانية على صفين وعملوا مشهد عجب كل أهل العريس والعروسة كل معزيم الفرح أعجبوا بالمشهد ده وقالوا إنه تاريخي وهيفضل في ذاكرتهم كتير هيفضل النهاردة وبكرة وبعده كمان أصحاب العروسة شرفوها على حق بتحكي واحدة من اللي شافت فيديو الفرح على تيك توك إن العروسة لو دفعت فلوس لفرقة عشان تعمل الأصحاب عملوه ده ما كانش هيطلع برضو بالجمال ده لأن أصحاب العروسة عملوا ده بحب ورغبة منهم إنهم يشرفوا صحبتهم في أهم موقف في حياتها البنات دلوقتي بقت تجمع بعضها وكل واحدة تعمل منشل لأصحابها عشان تعرفها على اللي عملوه أصحاب العروسة معها البنات بتطالب بعدها إنهم يعملوا كده مع بعض في أفرحهم اللي جاية وهو يمكن يوفروا من تمن الفرقة اللي هيجبوها في الأفرح أقل فرقة دلوقتي بتاخد مبلغ بشيء وشويات والمبلغ ده أكيد بيكون محتاجينه العروسين في بداية حياتهم محتاجين كل جنيه عشان يقدروا على المصاريف الكتير اللي دخلين عليها اللي لفت الجمهور اللي شايف الفيديو إن البنات أصحاب العروسة كانوا منظمين نفسهم جدا وعارفين كويس قوي هما بيعملوا إيه الوقفة والحركات بتاعتهم حتى التمايل على نغمات الأغنية اللي شغالة خلى الكل يقول إن البنات دي أكيد ادى الرابط قبل كده كتير على المشهد ده واللقطة مع العروسة وإنها جاية بتنصيق وتخطيط منهم مش جاية عشوائي كده وبدون أي سبب لأ دي جاية بعد ترتيب وكل واحدة فيهم عارفة هتعمل إيه كويس وحفظين الحركات حركة حركة دي حتى الأغنية اللي شغالة في الفرح حفظينها جدا وعارفين كل مقطع في الأغنية بيقول إيه وهيخلص إمتى ويبدأ غيره إمتى وعشان كده في بعض من الجمهور اللي اقترح على مجموعة البنات دول إنهم يعملوا فرقة مع بعض تكون فرقة رسمية ليهم ومعروف أعضاءها وبيشتغلوا فعلا في الأفراح هم الأول يروحوا وأفراح أصحابهم على سبيل الفرحة وبعد كده لما يتوسعوا في مجالهم يبتدوا ياخدوا فلوس ويتوقع إنهم هيبقوا مطلوبين فعلا لإن شطرين جدا وعندهم قبول ده اللي قالوا وطالب بيه عدد كبير من الجمهور على تيك توك فهل يطر أصحاب العروسة ممكن يعملوا كده فعلا ولا لا؟ والسؤال دلوقتي بعد ما شفتوهم هل حد منكم ممكن يطلبوا ففرح تابعوا ولا لا؟